يلا نبدأ مثل ما تعودنا بالهرولة عشان نتدرج في التمارين وندخل إلى أجواء الرياضة واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع طبعاً مثل ما تعودنا عشرين ثلاثين ثانية ما تفرقوا يانا ونكمل وبعدنا واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر خلف واحد وأمام واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يمين يسار نلعب الحركة هاي بهالطريقة كانتك أنت ياس تجري في مكان واسع وانت في البيت واحد نين ثلاث أربع خمس سبع واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع نلعب خسر شوي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع نمات تسع عشر ناخذ استرخاء خفيف استرخاء خفيف واحد اثنين ثلاث ثلاث أربع نلعب بعض التمارين اللي تساعد على تخفيف الوزن وتشد عضلات المعدة اتمرم مع بعض التمارين خفيفة نبدأ مع بعض بارتكاز الرجلين وننزول إلى الخلف ونقول واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست بدون لا ظاهرنا إلى همس بشكل كامل الأربع عشر ننمد الرجلين بهذه الطريقة وحركة المشي كأنك أنت تصعد واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر فتح الرجلين بهذه الطريقة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع نمد تسع عشر حركة العجلة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ونرتكز بهذه الطريقة ونلعب تبادل الرجل واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ناخذ شوية استرخاء نرتكز بالرجلين ونلعب أسفل الظهر واحد نين ثلاث أربع خمس كنا ها التمارين جميلة تعطي مرون الجسم وتساعد على أعطانا حيوية ونشاط وبعا التمرين الأخير بيكون ارتكاز وطريقة التحمل وشد المعدة والجسم نرتكز بيدينا وعلى المشط وبهذه الطريقة واحد اثنين عشر ثوانية عشرين ثانية ثلاثين ما رح تفرج على حسب تحملك وطاقتك هذا التمرين مفيد جدا ومفيد لكامل الجسم ويركز بشكل مباشر على المعدة والخواصر والذراعين وبعدها نوصل مع بعض الختام ونقولكم من لالكم إن شاء الله يوم جميل وطيب وحلو وكل طاقة إيجابية ونشاط وحيوية